زي ما حارك عارفة الناس كلها معظمة بيحب ييجي القاهرة عشان بيقول أنا عايزة روح معهد ناصر أنا عايزة روح معهد الأوراق بعد شوية حيلاقي الخدمة نفسها بنفس الجودة بنفس المعيير موجودة جوة المحافظة بتاعتها في مكانه في محافظته هيكون معها طبعا الخدمات الطبية المهمة زي العيادات يعني لازم أكشف عنده الدكتور في المحافظة بتاعتي وأعمل العملية في المحافظة بتاعتي فإذا اللي هي بنسميها لوجستيات مهمة هتبقى موجودة في كل حاجة موجودة هنا إيه؟ ده جزء من اللي زي ما حارك إحنا اعتمدنا عشر مستشفات نماطية دي هتبقى في المشروعات المستقبلية السلايد اللي بعدها هتبين هي المكان بتاعها فيه زي ما حارك خايفة بفيش التركز في حتة معينة العشرة دول هتلاقي حرك في الأليوبية في أسيود في القنة في البحيرة في المينة أنا عايزة عرف كلمة تكليفات رئاسية واحتياج عاجل مقصود بيها إيه؟ أحيانا طبعا بيبقى فيه اهتمام من القيادة السلاسية بالملف الصحة وده الحمد لله أكتر ملف بيتم فيه الاهتمام فبقى فيه توجيهات إحنا عايزين نتوسع في الخدمة الصحية عايزين نقدم خدمة الصحية بشكل أفضل فده ما عنات تكليفات رئاسية احتياجاتها عجلة معناها أن المنشآت دي حالتها الإنشائية إلى حد ما محتاجة دعم من الدولة فبيتم التدخل عليها طبعا عندنا مشروع كبير جدا اسمه حياة كريمة المشروع ده دعمنا كوزارة صحة بقفزة غير طبيعية في عدد منشآت وحدات صحية وكمان المستشفيات فقدر يدعمنا في حوالي 1100 وحدة ومركز ودي حاجات صغيرة جدا أنك تقدر لها انتشار في 20 محافظة و23 مستشفى بقول حرك عليه برضو كلام ده خلال فيه جزء خلص وفيه جزء يخلص قبل 30 ستة القادم وهنا حياة كريمة لأنه التطوير اللي حصل في الريف المصري هيبقى داخل فيه أيضا المنظومة الصحية بالظاف زي ما دخلنا القرية وترفع كفاءة أو تعمل مركز شباب ومركز تضامن ومركز خنمات تتعمل كمان وحدة صحية جديدة والوحدة صحية جديدة مطبقة في التحاول الرقمي مطبقة في الكود مطبقة في المعايير لكل حاجات زي ما عارك شايفة لو هنبتدي فيه البعد 1-7 القادم إن شاء الله في المشروعات القادمة عندنا في كل محافظة برضا حاجة محافظات تانية بقى غير حاجة في تيوم الأولانين بعد أن نخش في كفر الشيخ بعد أن نخش في المينيا بعد أن نخش في مشروعات تانية متغامر المينيا أبو المطمير البحيرة قوس قنى الفتح أسيوك زي ما عارك مش تلاقي بقى إحنا بركزين في حتة لا إحنا ما بين كده بنركز في الحتة اللي فيها خدمة صحية محتاجين ندعم فيها أهلينا في الصعيد هل تماني التعداد السكاني الكتير اللي محتاج خدمات أكيد هيكون محتاج خدمة صحية صحيح بحيث برضو نشوف الأقل سكان هيكونوا محتاجين خدمة أقل الأكثر محتاجين صح يعني ده أيضا من السنة الجاية في محافظات الحد ما وصلت للاكتباع في تح زي مثلا السويس زي الإسماعالية زي بورسعيد بعض المحافظات خلاص وصلنا للفول كباستي بتاعتها وبالتالي بقيتش محتاج أن أنا أحط فيها مستشفات تانية فبتدي أحول جزء من السمارة على المحافظات التانية اللي هي لسه محتاجين أصبت فيها المعيات الصورة الحلوة دي لكلها سعادة أي سبب السعادة هنا؟ هو دي منظومة مجلس الوزراء يعني مشكورا عامل منظومة لمتابعة المشروعات برضو ده جزء كبير جدا من الدعا والتحاول الرقمي في الدولة المصرية إن دي المنظومة الخاصة في مجلس الوزراء اللي كل الوزراء بيتم إتابع له شان كده وحرك إحنا مشروعاتنا كلها موجودة على المنظومة بنحدثها وبنشتغل فيها من خلال المنظومة عشان كده أقدر أخش في أي وقت لو عملنا بس سكرول لبعض السلايدز بين المنظومة هنبين إن إحنا عندنا زي محرك شايفة كل النقطة دي معناها مشروعات مفتوحة يعني أنا أقدر أنا كمواطن أدخل على المنظومة وشوف أنتوا بتعملوا إيه؟ كمواطن إحنا بنعمل تقارير خاص بالإنجازات والقصة دي لكن دي خاصة بالورك دي يعني العمل اليومي لأن ساعات أحيانا بيبقى في مشكلة في مشروع طب عايزين نشوف المشروع ده اتأخر ليه طب مشروع ده محتاج دعم مالي فتشوفوا على طول المعلومات بتاعتها يبان بالضبط كده المشروعات دي عاملة إزاي وده زي محرك شايفة متغطي في كل المحافظات دي اللي هما 1125 مشروع في 27 محافظة بالمراكس